المدنيون من سكان دير الزور ممن ضاقت بهم السبل وقصدوا مخيمات عدة في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية بالشمال السوري هاربين من بطش النظام وظلم وإجرام داعش الإرهابي أحمد جاسم الحسين من أهالي مدينة المياذين بدير الزور ناشد ببضع كلمات عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الإداريين والمعنيين في الإدارة الذاتية مطالبا تقديم يد العون لوالدته نورا أحمد السلامة الطاعنة في السن والمتواجدة في بلدة مرقدا جنوبي الحسكة ولم تمضي ثمانية وأربعون ساعة إلا وأصبحت والدته بأمن وأمان مقدم لها التسهيلات والرعاية الصحية عبر أحمد فيما بعد عن شكره وامتنانه لكل من ساهم في إنقاذ والدته هذه المأساة لم تكن مأساة أحمد وحسب بل هناك الكثيرين من الذين لا حول لهم ولا قوة فأم أحمد جسدت المعاناة الحقيقية قبل أن يتم مد يد العون لها هذا ما ضاعف الأمل لدى الكثيرين بأن تقدم لهم يدا تعينهم لتنقضي الغمامة السوداء التي خيمت على دير الزور خصوصا وسوريا عموما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر